طيب هنا بيقول لكم المعادلة تبع العدسة الرقيقة بيقول لكم ثن لنس فورميلا وكتب لكم القانون حقها اللي هي الواحد على الفوك اللينث يساوي واحد على اس. الاس هذه معناتها بعد الجسم عن العدسة. الاس شرطها هذه معناتها بعد الصورة عن العدسة يعني مجرد قانون تحفظوه وتعوضو بعيدة يعني. طيب ناخد اللي بعده. اللي هو. اللي هو. اللي هو. اللي هو. البي تساوي مقلوب البعد البؤري اللي هو ايش. اللي في الاسمول هاد يمناتها الفوك اللي. بعدين كتب لكم طبعا الوحدة بتكون وحدتها اللي هي الديوبيتر. او ممكن نقول اللي هي ايش. اه متر سالب واحد. طيب جب لكم هنا مسال. قل لكم الينس فوك اللينث اعطاكم الف. كم تساوي قل لكم سالب عشرين. سانتي متر. نحول السانتي متر الى متر. هتكون ايش. نقول نازم نتعامل بوحدة. بوحدة ايش. هال المتر. هيكون عندنا اللي هو. اه. سالب صفر بوينت اثنين. تمام? متر. اه. هزا باور. فمطلوب منكم انكم انكم انتو تجيبوا ايش الباور. فجدا بسيطة. الباور بالقانون هذا اللي اخذنا هنا. تساوي مقلوبها. يعني هيكون عندنا الباور تساوي اه واحد عليف. تعويض عايدة واحد على سالب صفر بوينت اثنين. ندخلها زي ما هي قلالة الحاسبة. يعطينا الجواب سالب خمسة. ونكتب ايش الباور بوحدة متر. او ثاني. بيقول لكم لما تكون في اه عدستين رقيقتين اه لهم طول بؤري. بعدين بؤريين. يعني عندنا اف واحد وعندنا اف اثنين. اه بيكونوا جنب بعض. فبنستخدم هذا القانون. هو طبعا على حسب المسألة انتو لما تشوفوا المسألة حت تعرفوا اي قانون تستخدموا بناء على المعطيات. فهذا ايضا قانون ايش. لفوكل لينث. طيب لو اداكم بعدين بؤريين ويبغى الفوكل لينث فنستخدم هذا القانون. لو اعطانا اه بعد واحد طبيعي حنستخدم اللي هو هذا القانون. تمام? واحنا عارفين انه بي ايش تساوي. اه تساوي واحد على اف. برضو لو اعطانا اه اه كيف نقول قوتين عدسية يعني قوتين العدستين فنستخدم هذا القانون لو كان ابل باور اوف لينث. فهي جدا بسيطة. على حسب المعطيات انتو حتى حتميزوا اي قانون تستخدموا. وزي ما قلنا كمان برضو قبل كده انه البي تساوي واحد على اف. ايضا الاف تساوي واحد على البي فهما يعني الباور اوف لينث مقلوب للفوكل لينث والفوكل لينث برضو مقلوب للباور اوف لينث. فجدا بسيطة. وقلنا برضو قوة العدسة تكون موجبة اذا اذا كانت العدسة كون فيكس لكن اذا كانت كات اح που تكون الاف لينث ايضا근 think any good. قلناها في طيبة ايو كده. اللي هي انه. اذا كانت العدسة ايو اذا كانت العدسة اكون كن كيف فالفوكل لينث بيكون سالب. الاف لينث ب يكون سالب. اعا نصف القطر بيكون سالب. لكن لو كان احبا كانت محدبة بيكون عندنا الفوكال لينث والار بتكون ايش بتكون كلها بوزتيف طيب اداكم هنا مثال طيب يقول لكم 2 ثين لينث هزا فوكال لينث اعطانها الاف واحد اللي هي سالب 10 سنتيمتر واعطانا قلنا الف 2 تساوي 25 سنتيمتر بعدين قلنا find the power of equivalence يبغى ايش يبغى البور طيب الوحدات عندنا ايش نطالع في الوحدات سنتيمتر ينفع نتعامل بها ما ينفع قلنا لازم نحول ايش دائما الى متر حي تصير عندنا هنا الف 1 تساوي سالب 0.1 متر و الف 2 تصير عند خمسة ورشتين ايش متل طبعا بالقسمة عالمية نحن نحول انه صغير الى كبير طيب بعد كده قلنا اخدنا قانون قبل كده انه يقول القانون بيقول انه البي تساوي البي واحد زايد البي اثنين طيب البي اصلا ايش تساوي تساوي واحد على اف وهو هنا اعطاني ايش اعطاني الاف فانا ما عندي حل غير اني انا ايش اعوض عن كل بي بواحد على اف فيصير هنا عندي واحد على اف واحد زايد واحد على اف اثنين واحط يش احط البي تمام انو البي تساوي واحد على اف واحد زايد واحد على اف اثنين هو هذا اللي أعطاني هو في المعطيات هو أعطاني F1 و أعطاني F2 ما عندي حل أمشي بيه غير كده وأعوض عادي هيكون سالب 1-0 زايد 1-0.25 أدخلها في الآلة الحاسبة هيعطيني إيش هيعطيني سالب 6 أو ممكن نقول دايوبيتر على حسب الوحدة إيش اللي تلاقوها في السؤال في الخيارات فجدا بسيط